اشتركوا في القناة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل عدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقاء إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يسومركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب هم أم الكتاب وأخر تشابهاد فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله واللاشقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزب قلوبنا معنى إذ هديتنا وهب لنا من لذنك عحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن طولي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودنا كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بظنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولهون وتحشرون إلى جهنم وإئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رضي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحف ذلك مباع الحياة الدنيا والله عنده حسن المقاب قل أأنبئكم بخير من ذلكم من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مفاهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفلنا ظنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهه من الله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمر إن أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يضعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس من مار إلا أياما معدودات ورهم في دينهما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترازع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترجمة نانسي قنقر